موسيقى يشهد شهر رمضان تباينا كبيرا في عدد ساعات الصوم من دولة لأخرى حيث تسجل بلدان الشمال أطول ساعات الصوم في العالم بينما تسجل بلدان الجنوب أدنى ساعات الصوم أما الدول العربية فتشهد فارقا بسيطا في عدد ساعات الصوم مزيد من التفاصيل مع ليلة خالد يشهد شهر رمضان تباينا كبيرا في عدد ساعات الصوم من منطقة جغرافية إلى أخرى حيث سيكون مسلم أوروبا هذا العام هم الأعلى في عدد ساعات الصيام تصل إلى 21 ساعة كحد أقصى في الدنمارك وستشهد أيسلندا والسويد والنيروج ثاني أطول فترات الصيام بحوالي 20 ساعة في حين سيكون عدد ساعات صيام مسلمي أستراليا والأرجنتين الأقل بين الدول العالم حيث ستتراوح بين 10 ساعات و 9 ساعات ونصف ويبقى الجدل متجددا حول صيام مسلمي الدول الإسكندنافية الذين قد لا تغيبوا الشمس عن دولهم على مدار 24 ساعة في بعض شهور السنة لذا بدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالتعاون مع المجلس السويدي للأئمة بدعوة العديد من العلماء المسلمين للخروج بفتوى وتم الإجماع على مسألة الأوقات المعتدلة وأصدر المجلس بيانا أنه بالنسبة للمناطق التي تصبح الشمس فيها دائمة طوال 24 ساعة بأن تعتمد على الأوقات المعتدلة التي يستوي فيها الليل والنهار في عملية الإمساك والإفطار في رمضان وذلك بحسب كل دولة أما الدول العربية تشهد تراوحا في عدد ساعات الصيام حيث تحتل مصر أكثر الساعات صوما وستكون عدد ساعات الصيام 16 ساعة ونصف أما عدد ساعات الصوم في كل من قطر السعودية، فلسطين، تونس، البحرين، لبنان، عمان، الإمارات واليمن 15 ساعة فيما العراق، السودان، الكويت، ليبيا، جزائر، المغرب، موريتانيا، سوريا والأردن حوالي 14 ساعة، بينما تكون عدد ساعات الصيام في الصومال ما يقارب 13 ساعة ونصف موسيقى 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 موسيقى